اليوم القرار دولي بالتعاون مع العراق مع الشوخ العشائر ما تقدر تطلع داعش منظومة كبيرة عندها سلاح وزادها سلاح اليوم أكثر من خمسين ستمية قيادة عمليات الأنبار عافوا سلاحهم وطلعوا والجيش عافوا سلاحهم وراحوا والعشائر باعوا والسلاح له ما باعوا العشائر قاتلوا داعش له لا أنطنيان نقاط بسرعة شيخ راح يخلص الوقت والله للدولة اللي كانت محتمدة عليهم في محافظة الأنبار وتسميهم الحجد السني والله هم خانوا وباعوا سلاحهم أمثال هذا ابن شندوخ والاخ والاخ قام يطلع لمحلل سياسي من أربيل المحلل السياسي فلان انت عفت ربعك ونهزمت واني والدي عمي واسعله اسعله واني والدي عمي سبعا قتله قبل أربع تيام سوانا لهم فاتحة بعمان وأربيل والذي لا إله إلا هو والله يرحمهم في دول الوطن بس أقول لكم شغلة واحدة البلد رايح باتجاه الهاوية وانتظروا على البلد السلام طالما ما هيش ناس تحكم البلد نقطة والسطر شيخ يعني أنا أريد أشكر ركلين الوقت خلص يعني راح تحكي أنت بس شيخ أتمنى أتمنى أنه تنزلون للأنبار وتكونون هناك والصيحون من هناك المواطن يريد يشعر بالثقة بكم أنه أنتم موجودين بقلب الأنبار هذا اللي نتمنى هذا اللي نتمنى أتمنى أنه يكون أنا ريدت أنا صحيح أنا ريدت أروح للرمادي قبل شوية أقول لها عيد معاناة العالم أنا ما عندي لا شرطة ولا جيش ولا حسبي ولا بحال داعش أنا يقول لي ها ريدي روح يم داعش يعني ذول المليونين واحد بالموصل هم داعش يعني من مشكلة اليوم هو ما يخليني يفترض بي يقول لي حفي عليك روح للرمادي وخلي أهلك يرجعون من النازحين خلي أتفضل شوية خلي رد سيد كريم النوري سيد كريم النوري شوف هاي لغوين يعني يا شيخ رعد يعني قل لك إذا روح أستدقات لداعش تجد قل لي تقول لي والله أنت رايح يم داعش يعني وانا حدارة لا لا شيخ رعد إذا أنت ذاك اليوم بمؤتمر شيخ رعد ذاك اليوم بمؤتمر تطالب تقول بشكل واضح يا دولة الإسلامية كافة ولاية تدخل البغداد وننتظركم فماذا أنا أتوقع منك يا أخي نطقيك السلاح يعني في هذه الطريقة أنت نفسك طلبت من الدولة سميتها الدولة الإسلامية الدولة لا إسلامية دولة الوحوش والمعتوهين داعش أنت طالبتهم بالدخول إلى بغداد قلتهم بشكل واضح والموجود الفيديو عندي يا أخي رجاعا أما تكفر عن دنبك وتحتضل من شهد العراقي أو تجو ياني وتخاتل ويالك أما تبعيني أدافع عن نفسي خالي قد خليني أدافع عن نفسي قلت بالمضبوط قلت أنتوا لا تجوين يمي أنتم سوين نفسكم دولة إسلامية وخلافه قاعد لولاية الفلوجة وولاية القرمة وولاية البغداد أنت تقول أريد غير العملية السياسية العملية السياسية ويمي ببغداد روح غيرها ببغداد وأنا وياك أغير الحملية السياسية لأن ضائم المالكي إذا تجيب أتحاول ويا جني الأزرق خليذ بحل مالكي يعني فيما معناها هذا الموضوع قبل سنة كاملة بزمان المالكي نعم نعم شيخ نحن نرفض أي شيخ خاص يقفوا يا داعش اليوم العراق لازم يتحرر بكم أنتوا الشيوخ كافي انزلوا للعراق وحرروا مدنكم كافي ملينا ملينا شيخ يعني كافي نريد هاليوم تتحرر الفلوجة تتحرر الرمادي تتحرر بغداد عفو الموصل تتحرر المناطق كلها اللي بيها داعش كافي بعد بس كلمة أخيرة بس كلمة أخيرة صلاح فضل كلمة أخيرة لان خلص الوقت وياك وتمنى لكم التوفيق بس رح أقول لكم شغلة واحد كلمة أخيرة أقول للاستاذ كريم وللحشيد أقول له أوفوا الأنبار لها هم يطاهروها إشبقتوا من الأنبار إشبقتوا منها حافظ على كربلة وعلى بغداد والله جسر بزيبز يا معوض جسر بزيبز التاسمح اتكه شيب عمار بكردسان وأكو خلايا نايمة في كربلة وأكو خنايمة في بغداد والله أحنا نحرر أبناء الأنبار أهلنا الأهل الأنبار صدقني صدقني نحن من نحرر الأنبار والحجز قادمون أنا أبدا أنا ما أتمنك أنا ما أتمنك والله بغداد لا تحرر ولا شيء أنت قاعد ببغداد تضرب بيزة لا 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 أنا اليوم السعودي والمواطن يروح اسمعني اسمع لا أنت مو موجود أنا عدنا زلم دا تقاتل أنا مو بكردستان اسمع أنا أواجهك أنا راح أروح للرمادي قبلك وإذا أنت صحيح تتحداني تقول أجي للرمادي تعال للرمادي والله أجي وادخل شيخ أشكر انضمامك إن شاء الله ولكن نحتاجكم تنزلون تحررون الأمر نحتاج تتعاونون ويا شيوخ العشائر وخليجي شيخ رعد والله في قلبنا خليجي بشكر الصدق ويا أنا والله ندخل سوية نعم إن شاء الله نحنا اليوم نحتاج شيخ بالتعاون مع الحشي تدخلوا في القرار والله نحميك والله والله نحميك في قلوب والله ما خاف والله وراي زلماني والله وزلم نعم لا اليوم نحنا نحتاج اليوم نحتاج شيخ أن كل شيخ والأشياء يتتعاون تعال أنت اللي عندك لحيد جايبوا من إيران وناس مدقدقين ملقلقين أحنا عند زلم الله وكيلك يلا وين هم يا شيخ؟ شيخ شيخ هاليوم العراق هاليوم العراق كله بحاجة أنه كل العراقين يتكاتفون حتى يساعدون أهل مناسب ما نحتاج بعد كافي مزايدات هاليوم أنت ما قدمت نموذج زين في صلاح الدين كلكم مسؤولين ما قدمت نموذج زين في صلاح الدين أنت بالعكس صلاح الدين الممنوع صلاح الدين بالعكس شكرا جزيلا إليك شيخ شكرا جزيلا إليك شيخ على انضمامك وإن شاء الله تنزلوا قريبا وتحررون الأنبار ويا الحج الشعبي ويا الجيش ويا القوات الأمنية شكرا إليك أستاذ محمد يعني الحوار عقيم يعني اشتركوا في القناة